صدرية العصبية المجانية في ريف حمص الشمالة تم إنشاء الصدرية العصبية المجانية في منتصف 2015 في شهر الخامس تقريبا صدرية العصبية المجانية مسؤولة عن تقديم الدواء المجانية لكافة المرضى العصبية والاختلاجات والصرع في كافة الريف حمص الشمالة موسيقى بالنسبة لي كطلية أطفالهم الإضافة لأمين مشرفة عن الصدرية العصبية الموجودة بما كانت في سورون من مرضى الغيادات الشاملة بالأسبب مثل ما هو معرف أغلب المرضى العصبية والمرضى النفسي لمرضى مزمدين دائمين يعني معظم المرضى مشخصين مقبل أخصائيين مقراض عصبية ووثقين لدينا مكتوبين وطويتك تقامر بشكل دائم يعني مبحود أنهم الآن والحمد لله من خلال الممارسة صار عمنا خبرات نوع عمر يعني من خلال الممارسة القديمة وممارسة الجديدة بهالمرضى هالله ممكن أن أمشي كثير من الحالات هون عندي وإذا صعب عليه المرض بطلق إشارة خصائية لمرضى عصبية بالنسبة لتأمين لما أكتبنا وصفة للمريض يعني طبعاً بعرف سلقاً شو هو الأبوية الموفودة في السردانية مع هك إذا كان فيه دواء الطعالي بمعنى المفضل عنها نحن نوجه المريض يعني أهم شي عنا مصطاقية المريض من أخذ دواء المناسب قام نسيّر المريض بيأخذ دواء المناسب إذا توفر عنا بيأخذه إذا ما توفر بيجيبه مع الغلب إنه حوالي 90% من الأدوية موجودة الحمد لله